اشتركوا في القناة النهاردة هناخد مع بعض ازاي استنتج المسقط الثالث من مسقطين معلومين يعني لما يكون عندي مسقطين لاي جسم اجيب المسقط الثالث ازاي كتير من الطلبة بيقولولي مستر محمد احنا عندنا مشكلة ان احنا ما بنقدرش نتخيل قوي بنتخيل بعض الاجزاء في الاجسام وبنجيب لها المسقط الثالث انما بعض الاجزاء التانية ما بعرفش اتخيلها قوي النهاردة انا جايب لكم هدية الهدية النهاردة ان احنا حنتخيل ويه الاجزاء اللي مش حنقدر نتخيلها حنستنتج المسقط الثالث فيها بطريقة الاسقاط بس برضو لازم تكون مقسم الجسم اللي موجود عندك في البداية علشان اروح بخيالك شوية علشان نعرف نستنتج المسقط الثالث عايزك تبص لكل الاجزاء اللي حواليك الاجزاء اللي عندك في البيت الاجزاء او الاجسام اللي موجودة في البيت في الشارع اجهزة موجودة في البيت في الشارع عربية تلاجة انبوبة اي حاجة من الحاجات دي عايزك تتخيلها قدامك هو احنا دلوقت لو انا عندي تلاجة في البيت التلاجة دي لو انا جيت ابص من الوش بتاعها كده مش انا حشوف شكل على شكل مستطيل ولو بصيت من جنبها حلاقي برضو مستطيل طب انا عايزك ما تطلعش تبص للتلاجة من فوق انا عايزك تتخيل شكل التلاجة من فوق لو طلعت تبص عليها حيكون شكله ايه انت قلتلي فيه هنا مستطيل وفيه هنا مستطيل اذا الشكل من فوق اكيد حيكون ده طوله وده عرضه ده طوله وده عرضه مش ده وش التلاجة اللي هو المستطيل وده المستطيل يبقى عندك المنظر من فوق اللي احنا بنوع عليه المسقط الافقي حيكون ده طوله وده عرضه يعني تقريبا حيكون مربع كده احنا تخيلنا مع بعض? اه تخيلنا مع بعض؟ طب تخيل كمان حاجة الانبوبة بتاعت البوتاجاز لو انت بصص لها كده في الاتجاه بتاع المسقط الرأسي أكيد حتشوف شكلها تقريبا مستطيل والمستطيل ده طوله كده هو القطر بتاع الأنبوبة وده الارتفاع بتاع الأنبوبة يبقى ده طول وعرض أو طول وارتفاع لو جدت بص للأنبوبة دي من المسقط الجانبي من اتجاه تاني برضو حتشوف نفس المستطيل لأن الأنبوبة دي مدورة طب لو جدت بص من الأفق أنا ما جبتش قدامك أنبوبة دلوقت وكلكم ردتوا علي وقلتوا لي هيبقى مقتحة أو شكلها دائري يبقى أنا دلوقت أنا عايز أربط ما بين كذا حاجة مع بعض أنا عايز أربط ما بين المسقطين اللي موجودين عندي إذا كان مسقط رأسي ومسقط أفقي وأنا حجيب المسقط الجانبي وما بين المسقط التالت اللي أنا حجيبه تفتكر كده في الأول لما قلت لك أن أنا نموذج بتاع التلاجة المسقط الرأسي والمسقط الجانبي كان المسقط الأفقي هو عبارة عن ده طول وده عرض للأفقي هو ده اللي انا عايز اعمله النهاردة النهاردة حنربط الاجسام ابعدها ببعض يبقى عندي المسقط الرأسي ارتفاعه ونفس ارتفاع المسقط الجانبي المسقط الرأسي طوله هو نفس طول المسقط الافقي طبا مستر محمد بس عشان احنا ما عرفش نحفظ ما تورينا كده هنعمل ايه تعالوا مع بعض نشوف مع بعض كده انا عندي الجسم اللي موجود هنا دلوقتي ده الجسم ده عبارة عن متوازي مستطلات مستطلات الجسم ده عبارة عن متوازي مستطلات انا محدد لك كل مسقط بلون يعني انا لو بصت من هنا احنا عارفين من سنة اولى لما بيكون عندي مجسم زي ده اللي هو المجسم الايزومتريك لما باجي بص في الاتجاه ده بجيب المسقط الرأسي يبقى هنا المسقط الرأسي بتاعه هيكون ايه المستطيل لا زرق ده وحيبقى بالشكل ده اللي بشوفه من اليمين برسمه شمال طب و ايه كمان لو بصت من الجنب ده حيدين المسقط الجانبي اللي هو حيكون بالشكل ده لاحظ معايا كده ثانية واحدة مش ده المسقط الرأسي وده المسقط الجانبي اه شايف الخط ده الخط ده معنى ايه معنى ان الارتفاع ده اللي موجود هنا في الرأسي هو نفس الارتفاع اللي موجود في الجانبي يعني ارتفاع الرأسي هو نفس ارتفاع الجانبي طب تعالى نكمل المساقط لو جيت ابص من فوق مش انا كده بجيب المسقط الافقي وأنا بصص من فوق بجيب المسقط الأفقي فبرسمه هنا تحت خلي بالك هنا الارتفاع بتاع الرأسي كان هو نفس الارتفاع بتاع الجانبي طيب وطول الرأسي هو كان نفس طول الأفقي معنى كده إيه؟ معنى أنا لو خدت خط كده من أول نقطة على فوق في الرأسي وخدت خط من عند أقل نقطة موجودة في الرأسي حتجيب نفس النقطة الموجودة في الجانبي ولو خدت النقط دي بص كده البداية مع البداية والنهاية مع النهاية يبقى أنا لو عملت كده هتلاقي البدايات مع بعض لأ ده في حاجة كمان فاكر نموذك التلاجة اللي كلمتك عليه في أول حلقة آه العرض بتاع الجانبي هو نفس الارتفاع بتاع الأفقي كده أكيد كل المساقط اللي موجودة عندي كلها مرتبطة ببعض لأنها مساقط لجزء واحد لأنها مساقط لجزء ايه؟ واحد التاني ارتفاع الرأسي هو نفس ارتفاع الجانبي طول الرأسي هو نفس طول الأفقي وارتفاع الأفقي هو عرض الجانبي تعال ناخد مثال كمان دي استوانة استوانة يعني مقطحة دائري لو أنا جيت أبص في الاتجاه ده هجيب المساقط الرأسي اللي هيبقى أكيد مستطيع وأكيد عشان الستوانة مفرغة الفراغ اللي موجود جواها أكيد هيترسم بخطوط متقطعة طيب ولو بصت من فوق يبقى أكيد المساقط بتاعي هيبقى اللي هم الدايرة الكبيرة والدايرة الصغيرة فهتترسم بالشكل ده طيب لو جيت أبص في الاتجاه التالت اللي هو اتجاه الإسقاط الجانبي هيبقى المساقط بتاعي هنا برضو على شكل مستطيل لاحظ حاجة لما يكون عندي استوانة كاملة بالشكل ده التالت ما ساقط بتحها دائرة ومستطيل ومستطيل لا أزيدك كمان ده هي دائرة ومستطيل ونفس المستطيل ونفس المستطيل ليه هو أنا وأنا بصص هنا في الاتجاه بتاعي الاتجاه الرأسي مش كان المستطيل بتاعي هو القطر بتاع الدائرة دي آه عرض المستطيل كان قطر الدائرة طيب ولما جابص هنا في اتجاه الجانبي في الاتجاه ده في اتجاه السهم ده أكيد المستطيل اللي أنا شايفه برضو عرضه هو قطر الدائرة يبقى الثلاث ما ساقط لأي استوانة هما دائرة ومستطيل ولما تكون استوانة كاملة تبقى دائرة ومستطيل ونفس المستطيل طب معنى كده إن إيه؟ إن هنا عند الارتفاع بتاع الرأسي هو نفس ارتفاع الجانبي وكمان العرض بتاع الأفقي هو نفس العرض بتاع الرأسي أهو البداية مع البداية والنهاية مع النهاية وكمان ارتفاع الأفقي لازم يكون هو عرض الجانبي بالشكل ده كده تمام؟ يبقى الرأسي ارتفاعه نفس ارتفاع الجانبي العرض بتاع الرأسي هو نفس العرض بتاع الأفقي والارتفاع بتاع الأفقي هو عرض الجانبي مش عايزك تحفظ كتير أنا كل اللي أنا عايزك تحفظه معي النهاردة عشان درس النهاردة إن الارتفاع بتاع الأفقي هو نفس العرض بتاع من؟ بتاع الجانبي طب معنى كده مستر محمد ان انا لو مديني هنا مسقطين للسطوانة اللي كانت معايا اقدر اجيب المسقط التالت ازاي بسيطة طب انا اخد خط كده مش انا ارتفاع الرأسي هو نفس ارتفاع الجانبي فحاخد خط من بداية الرأسي ومن نهايته يبقى انا كده جبت الارتفاع بتاع المسقط الجانبي واعمل ايه اخد الارتفاع بتاع الافقي اللي انا قلت ان ارتفاع الافقي حيبقى العرض بتاعي الجانبي يعني اخد كده خط من البداية ولفه وخط من النهاية ولفه لو خدت من هنا خطين رأسيين بالشكل ده كده يبقى المستطيل ده هو ده الحدود بتاع المسقط الجانبي يبقى انا كده من مسقطين اتنين جبت المسقط الايه التالت طب بصوا كده معايا اولاد احنا دلوقتي لما حيكون عندي مسقطين لازم يبقى عندك ثوابت تشتغل بيها احنا عارفين كويس جدا من سنة اولى اننا الاكسام الزهرة برسمها بخطوط مستقيمة اللي احنا بنقول عليها خطوط زهرة يعني لان احنا بنقول على الخطوط المتقطعة خطوط مختفية هي مش خطوط مختفية هي خطوط بتمثل الاجزاء المختفية يبقى انا عندي الاجزاء الزهرة بخطوط مستقيمة والاجزاء المختفية هتبقى بخطوط متقطعة دي نمرة واحد خلاص انا حفظت ارتفاع الافقي هو العرض بتاع الجانبي ارتفاع الافقي هو العرض بتاع الجانبي جميل جدا والخطوط عرفناها خطوط زهرة وخطوط مختفى طب انا مستر محمد لو انا في التخيل مش كويس شوي اعمل ايه؟ هتروح مقسم الجسم المجموعة من الاجزاء والاجزاء دي تحدد مساقطها في الرأسي وفي الافقي تقول ده الجزء رقم واحد وده الجزء رقم اتنين ده الجزء رقم تلاتة وده الجزء رقم اربعة وتحددهم في المسقطين بتوعك بس بشرط الجزء رقم واحد يكون اكبر ارتفاع في المسقط الافقي وتنين الجزء اللي اقل منه في الارتفاع وتلاتة الجزء اللي اقل منهم في الارتفاع فين؟ في الافقي الكلام ده لما يكون عندي مسقط رأسي ومسقط افقي وعايزة استنتج الجانبي يبقى ححدد من الافقي الاجزاء واحد واثنين وتلاتة رقم واحد اكبر ارتفاع في الافقي رقم اتنين اللي اقل منه رقم تلاتة اللي اقل منه طب ولما جاستنتج يا مستر محمد بطريقة اللي اتنين في اتنين الخطين اللي جايين من الرأس وخطين اللي جايين من الأفقي ترسم رقم واحد الأول وتعتبر ان اتنين وثلاثة مش موجودين ولما تيجي ترسم رقم اتنين اعتبر ان رقم واحد موجود ورقم ثلاثة مش موجود يعني واخدهم بالترتيب يلا بقى من ضاعش وقت عشان عندنا الرسومات كتير عايزين نستفيد منها بصوا معايا كده انا عندي هنا مسقطين مسقط رأسي ومسقط افقي لرسمة لقطعة معدنية نبص كده مع بعض على الرسمة اللي موجودة عندنا اللي احنا هنستنتج المسقط بتاعته هنا ده مسقط رأسي ومسقط افقي معايا كده يا ولاد ده كده مسقط رأسي وده مسقط ايه افقي مكتوب عليهم الابعاد وعايز استنتج المسقط الجانيبي طبعا كلنا حنروح الاول نعمل تقسيم لللوحة بحيث ان انا شوف الفراغات اللي ما بين المساقط فحقول كده ان انا حرسم هنا المسقط الرأسي وهنا المسقط الافقي وهنا المسقط الجانبي وبعدين وبعدين حقول ان المسقط الرأسي العرض بتاعه هو العرض ده اكبر عرض موجود فيه اللهمة ال160 ونفس العرض ده هو نفس العرض طب والارتفاع بتاع الرأسي اهو اللهمة ال60 دول يبقى هنا كده 60 وهنا في الافقي ارتفاعه كمان 60 وبالتالي بما ان انا بلف كده يبقى المسقط الجانيبي ده اكيد عرضه هو كمان 60 يبقى انا كده عرفت الابعاد بتاعت كل مسقط طيب انا بقسم اللوحة ازاي الحد الخارجي خالص ده هو اللوحة اللي انا حرسم فيها التقسيم اللي حقولها دي حقولها مرة واحدة وفي بقية الرسومات انتو حتقسموها على طول يبقى انا حاجة اخد تقسيم اللوحة الفراغ اللي موجود هنا ما بين بداية اللوحة والمسقط وما بين المسقط والمسقط وما بين المسقط ونهاية اللوحة بنقسمو ازاي بنقول عرض اللوحة اللي هو العرض الكبير ده اللي هو في اللوحات الصغارة بيكون 480 ناقص عرض الرأسي زائد عرض الجانبي يبقى انا حاجة مع العرض ده مع العرض ده واترحهم من عرض اللوحة والنتج اقسمو على ثلاثة يقوم يديني الفراغ ده زائد الفراغ ده زائد الفراغ ده والفراغ ده والفراغ ده يعني الناتج اللي هيطلع من هنا هيطلع بيساوي الحبة دول بس ودول دول طب الفراغ بالنسبة للرأسي يبقى انا حاجة مع ارتفاع المسقط الرأسي وارتفاع المسقط الأفقي يبقى ارتفاع عرض ارتفاع اللوحة واطرح منه مين ارتفاع الرأسي زائد ارتفاع الأفقي واللي يطلع اقسمو على ثلاثة يوم يديني الحبة دول اللي هم همام بيساوي دول اللي همام برضو بيساوي دول طب خلاص مستر محمد احنا عملنا فحنيجي المسافة ما بين المسقطين دول ناخد محور في نصها والمسافة ما بين المسقطين دول هناخد محور في نصها وعشان نستنتج وما نتعبش نفسنا احنا قلتلكم ان انا عايزك تحفظ ان الارتفاع ده هو نفس العرض ده فعشان ما تتعبش نفسك حط مسلسك الخمسة واربعين درجة هنا وارسم لي الخط ده بزاوية خمسة واربعين درجة يبقى احنا هنرسم الخط ده بزاوية خمسة واربعين ايه درجة وننقل المسقطين نقلنا المسقطين مش انت بتجيب المسقط الجانبي عايز المسقط ده تجيبه قول ان انت بتبص على المسقط الرأسي والمسقط الافقي في اتجاه السهمين دول يعني الجانبي ده في اليمين يبقى انت بتبص على المسقطين دول من الشمال الجانبي في اليمين يبقى انت بتبص على المسقطين دول من بعيد طيب تعالى نقسم الاجزاء نقول ان الجزء ده مش ده اكبر ارتفاع في المسقط الافقي يبقى ده انا حسميه رقم واحد طب انت كتبت واحد فوق ليه اه هو مش الحدود دي المستطيل الكبير ده مسقط افقي للمستطيل الكبير ده عرفت من هنا مستر محمد مش البداية مع البداية والنهاية مع النهاية اه يبقى المسقط بتاع المستطيل الكبير ده اللي مع بدايته ونهايته يبقى الكبير ده رقم واحد والكبير ده برضو رقم واحد يبقى ده المسقط الافقي للجزء رقم واحد وده المسقط الرأسي للجزء رقم واحد تعال نجيب الجزء التاني اللي استوانة اللي هي الدايرة الكبيرة دي الدايرة الكبيرة دي سميتها اتنين ففوق كمانا سميها اتنين ليش معنى دي بص كده بداية الدايرة مع بداية المستطيل وانهاية الدايرة مع نهاية المستطيل يبقى الدايرة الكبيرة دي مسقطة فوق المستطيل الكبير ده طب والدايرة الصغيرة مستر محمد هسميها تلاتة الدايرة الصغيرة مسقطة فين فوق برافو عليك وخد البداية دي هتطلع مع خط الشرط المتقطع ده ونهاية الدائرة منين هيطلع مع الشرط المتقطع ده يبقى نمرة واحد المستطيل الكبير مسقطه تحت الكبير ليه؟ لأن البداية مع البداية والنهاية مع النهاية الدائرة الكبيرة اللي هي أصلا تبقى استوانة بدايتها مع بداية المستطيل ونهايتها مع نهاية المستطيل الدائرة الصغيرة بدايتها مع المستطيل الشرط المتقطعة دي ونهايتها مع الخط المتقطع ده فاضل حاجة كمان الجزء المسلس ده ومسقطه تحت بص الجزء المسلس بدايته هنا وانهايته هنا يبقى انا عايز الجزء ده يبقى ده اللي حيبقى رقم اربعة وفوقه كمان يبقى اسمه رقم ايه اربعة يلا بينا نجيب المسقطة التالت لكل جزء الوحده يلا بينا انا باصس من بعيد انا عايز اجيب المسقطة الجانبي يبقى انا باصس من بعيد من هنا نعمل ايه الجزء رقم واحد ناخد بدايته وانهايته ومن هنا برضو الجزء رقم واحد بدايته ونهايته اطلع لي بقى مش هنا انك تتعامل زاوية 45 درجة خد النقطة دي واطلع بها الفوق والنقطة دي واطلع بها الفوق شايف المستطيل اللي ترسم في النص ده هو ده المسقط التالب بتاع الجزء رقم واحد يبقى انت هتاخد البداية من هنا والنهاية ومن هنا البداية والنهاية لنفس الجزء يبقى المستطيل اللي في النص ده هو ده المسقط التالب بتاعهم تتقلي عليه يبقى ده المسقط الجانيبي بتاع الجزء رقم واحد تعال نجيب المسقط الجانيبي للجزء رقم اتنين الجزء رقم اتنين اللي كانت الدايرة الكبيرة اللي فوق مسقطها المستطيل الكبير يلا بينا زي ما عملنا اتنين في اتنين ناخد بداية المستطيل نرسم خط نقلت المحور خد بداية المستطيل من هنا ونهاية المستطيل اهي خد منها خط افقي وخط افقي مش المستطيل ده كان مسقطه تحت الدايرة دي يلا خد بدايتها ونهايتها قادي البداية وقادي النهاية خبطوا في الزاوية الـ 45 درجة اطلع لي الفوق بالخطين بص بقى استنى حترسم فين مش ده الخط اللي جي من بداية الجسم رقم 2 وده اللي جيه من نهاية الجسم رقم 2 وده اللي جيه من بدايته وجي من نهايته في المسقط الأفقي حدد لي المستطيل ده بقى بخط تقيل يبقى المستطيل ده هو ده المسقط الجانيبي للجزء رقم 2 فاضل الجزء رقم 3 نيجي للجزء رقم 3 اللي هو كان الخطوط المتقطعة الخطوط الداش يبقى انا حاخد بدايتها خط افقي من هنا وانهايتها خط افقي من هنا طب والخطوط المتقطعة دي الداش دي تحت موجودة فين موجودة عند الدائر الصغار اهي البداية بتاعتها واده النهاية بتاعتها تعال ناخد بدايتها كده وانهايتها خطين خبطوا هنا في الزاوية الـ 45 درجة نطلع بيهم لفوق يبقى انا النتج بتاعي فين النتج بتاعي ادي البداية واده النهاية وهنا ادي بداية واده النهاية المستطيل اللي في النص ده هو اللي حيترسم بس استنى هو انت وانت باصس في اتجاه السهم ده او في اتجاه السهم ده وانت باصس من هنا كنت شايف الخطين الشورى الدول ما كنت شايفهم وانت باصس من هنا كنت شايف الدائرة الصغيرة دي ما انت عندك الحرف ده والدائرة الكبيرة دي مدارية على الدائرة الصغيرة دي في حاجة حجزة الرؤية عن الدايرة دي في هنا الخط ده والخط ده حجزين الرؤية عن الخطين الشورى الدول طالما انت بسس من هنا ومش شايف الخطوط دي هنا في الرأسي او مش شايفها في الافقي يبقى لازم تترسم هنا خطوط متقطعة طبعا انا لما رسمت الخطوط المتقطعة وجي ترسم المستطيل اللي انا قلت لك عليه طبعا لما ترسم هنا متقطع على خط اصلا مرسوم مش حيباء وهنا خط متقطع على خط مرسوم مش حيباء إنما الخطين دول حيبان طيب فاضل إيه؟ فاضل الجزء رقم 4 العصب المايل ده اللي مسقطه تحت المستطيل ده يلا 2 في 2 بسرعة البداية بتاعة العصب طبعا أنا بصص من هنا ما تنساش بداية العصب ونهاية العصب أدي بداية العصب يعني أعلى نقطة فيه ونهايته اللي هي أقل نقطة فيه طب تعال ناخد من هنا أدي بداية العصب وأدي نهاية العصب بداية العصب خدتها وطلعت الفوق ونهاية العصب كمان حطلع بها الفوق يبقى الرسمة بتاعت اللي أنا حرسمها فين يا مستر محمد برافو آدي البداية وآدي النهاية آدي بداية وآدي النهاية تعمل لي خطين أفقي وخطين رأسي المستطيل اللي في النص ما بينهم هو ده الناتج طب استنى هو العصب ده وأنا باصص من هنا شايفه ولا مش شايفه أو شايفه قدام عيني على طوله وانت باصص من هنا شايفه طب أنا مستر محمد لو شفته مرة واحدة لو شفته مرة واحدة أرسمه هنا خط ظاهر طب لو شفته المرتين برضو يبقى خط ظاهر إنما لو ما شفتوش ولا مرة من المرتين ولو أنا باصص من هنا من رأسي ولو أنا باصص هنا في الأفقي يترسم مختفي يبقى ده بقى الشكل النهائي بتاعي بتاع الرسمة طيب أولاد دلوقتي احنا خدنا فكرة في أول رسمة أرجع معاك الفكرة انت عندك مسقط رأسي ومسقط أفقي قسمت المجموعة من الأجزاء كل جزء موجود في الأفقي أنا بحدده الارتفاع الأكبر هسميه واحد الأقل هسميه اثنين الأقل هسميه ثلاثة واخد رقم واحد ده أشوف مسقطه فين في الرأسي بعرفه منين مش محتاجة مني أي مجهود اللي تكون البداية مع البداية والنهاية مع النهاية يبقى دا المسقط الرأسي بتاعه اللي بدايته ونهايته في الرأسي منطبقة مع بدايته ونهايته في الأفقي يبقى هم دول المسقطين لأول جزء بداية ونهاية منطبخة مع بداية ونهاية يبقى ده مسقطين لجزء واحد زائد طالما أنا بجيب المسقط الجانبي يبقى أنا حبص للرأسي أو للأفقي من الاتجاه البعيد عنهم إلا شوفوا وأنا بعمل عملية الإسقاط إلا شوفوا وأنا بعمل عملية الإسقاط يترسم خطوط مستقيمة اللي ما شوفوش يترسم خطوط متقطعة زائد أنت بتجيب خطين من المسقط الرأسي وبتجيب خطين تانين بيلفوا ويطلعوا معاك من المسقط الأفقي المستطيل اللي في النص هو ده المسقط يلا ناخد رسمة كمان يلا عشان نحل كتير النهاردة دي رسمة موجودة معنا والرسمة دي موجودة هو أدي مسقط أفقي وده مسقط رأسي أكيد إحنا محتاجين إن إحنا نقسم الأجزاء وطبعا بعد ما تنقل في ناس بتحب تقسم اللوحة الأول وفيه ناس بتعمل محور رأسي ومحور أفقي وبعد كده تسيب مسافة مثلا 1 سنط من اليمين 1 سنط من تحت 1 سنط من هنا 1 سنط من هنا عشان تبقى المسافات متساوية وتروح رسم لي تحط المسلس 45 درجة بتاعك هنا وترسم لي زاوية 45 درجة تعال نقسم بص كده أكبر ارتفاع عندي في المسقط الأفقي اللي هو ده اللي هو الجزء البيضاوي الكبير ده طب ده مسقطه فين في الرأسي اطلع كده بداية مع البداية وانهاية مع النهاية يبقى الجزء البيضاوي الكبير ده مسقطه فوق المستطيل الكبير ده طب ورقم 2 الدايرة الكبيرة مسقطها فوق في الرأس فين البداية تطلع كده تطلع مع الخط ده والنهاية دي تطلع مع الخط ده طيب والدايرة الصغيرة اهي هتطلع معاك مع الخط المتقطع ده وحتطلع كده مع الخط المتقطع يبقى رقم واحد الجزء الكبير والرقم اتنين الدايرة الكبيرة دي ورقم تلاتة الدايرة اللي اصغر منها طب تعالي يلا نشتغل بسرعة يلا رقم واحد اللي هي الكبير اللي مسقطها فوق المستطيل الكبير. ناخد كده اللي امتداد بتاعنا. ادي البداية والنهاية من المسقط الرأسي للجزء رقم واحد. خدلي من هنا بداية ونهاية. بداية ونهاية الجزء رقم واحد في المسقط الأفقي. يلا نطلع بالنقطة دي والنقطة دي. بما انهم خبطوا هنا في الزبال خمسة واربعين. شايف كده تقاطع. ادي اتنين. و ادي اتنين. علم لي بقى على المستطيل اللي موجود في النص ده يبقى ده المسقط الجانبي للجزء رقم واحد. طب الجزء رقم واحد الكبير ده كان فيه الدائرتين دول. طب استنى مستر محمد وانت ليه رسمته خط مستقيم. مش انا قلت لك الجانبي ده بيجي من الرأسي. لما اجي بص في الاتجاه ده من بعيد من هنا وانت باصص من هنا. شايف النقط دي ولا مش شايفها? شايفها. وانت باصص من هنا في الافقي. او على الافقي. مش شايف البداية وشايف النهاية دي. اه شايفها. يبقى لازم يجي ترسم هنا خط مستقيم. او خط بتاع الاجزاء الظاهرة. تعال نجيب الدايرة. الدايرة دي امتدادها فوق الخطين المتقطعين دول. والدايرة دي زي اه. وطبعا وانا باصص في الاتجاه ده الدايرة دي والدايرة دي على استقامة واحدة هيكونوا منطبقين. فانتعال نجيب واحدة منه. هاخد البداية بتاعتهم والنهاية بتاعتهم. اه دي اول حرف فيه التقب من فوق. واخر حرف فيه التقب بتاع الدايرة دي من تحت. يلا ناخد الدايرتين دو. بداية الدايرة هي. راحت للخمسة واربعين وانهاية. تعال نطلع بهم فوق. تمام. يبقى ادي واحد. ادي اتنين. بداية ونهاية. واد كمان واحد. ادي اتنين. يبقى انا عايز المستطيل اللي في النص استنى. هترسم المستطيل ده خط ظاهر. اللي هو خط مستقيم ولا خط متقطع. تعال نشوف. مش انا برسم الجزء المتقطع ده. اللي امتداده او مسقطه الدايرة دي. وانتباصس من هنا. شايف الخط الشرط ده? لا يا مستر محمد لان الخط ده مداري عليه. جميل يبقى اول مرة انا ما شفتهوش. طب وانتباصس من هنا. شايف الدايرة دي ولا مش شايفها? اه القص ده مخبع عليها. يبقى مش شايفها. يبقى تترسم هنا خطوط ايه? خطوط متقطعة. انا كده خلصت الجزء رقم واحد. بص بكل سهولة. في ديئتين خلصته. تعال نجيب الجزء رقم اتنين. اللي هو اللستوانة دي. اللستوانة انا بقول اللستوانة مسقطة هنا مستطيل ومسقطة هنا دايرة. زي الانبوبة اللي انا اتكلمت عليها. خدنا بداية الجسم ونهايته. ادي الارتفاع واحد اتنين. احنا نسمي الطريقة دي اتنين في اتنين عشان نحفظها. يبقى ادي اول اتنين اللي هي من البداية ومن النهاية. نجيب اللستوانة بقى المستطيل دا مسقطه تحت اللي هو الدائرة كبيرة. واحد اتنين. ادي البداية وادى النهاية. نطلع بالاتنين دول. طبعا الاتنين دول الزاوية الخمسة واربعين دي بتأكس كل الخطوط بشكل عمودي. يبقى انا هاخد النقطة دي واطلع بها فوق. بصوا كده. واحد. اتنين وواحد. اتنين يبقى انا عايز المستطيل اللي فزتهم ده. طب يا مستر محمد هنرسمه خطوط مستقيمة ولا خطوط متقطعة? تعالى نقول. مش انا برسم الاستوانة دي. اللي هي تحت الدايرة دي. جميل قوي. وانتباصس في الاتجاه ده. شايف الدايرة دي. لا مش شايفها مستر محمد. يبقى تترسم داش. لا استنى ما نبصه فوق. وانتباصس من هنا في الاتجاه ده على الاستوانة. شايف الاستوانة دي ولا مش شايفها? شايفها. طالما شفتها مرة واحدة تسقطها لي هنا خطوط زهرة. طالما شفتها مرة واحدة. من احد المسقطين تنقلها لي خطوط زهرة. تعالى نجيب الدايرة الصغيرة اللي باقية تروح جاية ايلي الدايرة الصغيرة دي اللي هي فوق الخطين المتقطعين او المستطيل المتقطع ده ناخد بدايته بداية الخطوط المتقطعة من تحت خالص وناخد كمان نهايته اللي هي اللي موجودة فوق يبقى انا هاخد البداية والنهاية دولت البداية والنهاية المستطيل المتقطع ده مسقطه تحت فين الدايرة اللي في النص ناخد بدايتها وانهايتها وتخبط في الخمسة واربعين تطلع لفوق. بص كده واحد. احنا قلنا نسميها اتنين في اتنين. ادي واحد ادي اتنين. وادي واحد ادي اتنين. يبقى انا عايز المستطيل اللي ما بين الاربع خطوط ده. استنى مستر محمد. وانت باصس من هنا. شايف الدايرة اللي في النص دي? لا مش شايفها. ادي نمرة واحد. بص من هنا. شايف المستطيل الداش او المتقطع اللي في النص ده? لا مش شايفه. يبقى مش شايفه هنا ومش شايفه هنا. يبقى يترسم هنا خطوط ايه? خطوط متقطعة. وابقى انا كده خلصت الرسمة. تتأكد قبل ما تسيب الرسمة بتاعتك ان انت. الجزء الكبير ده موجود هنا مرة. يبقى ده او المسقط الافقي. وموجود هنا مرة. يبقى ده المسقط الرأسي. وموجود هنا مرة ده المسقط الجانبي. التقوب. الدوائر دي لما بتترسم خطوط متقطعة. معناها ان دي تقوب مفرغة جوى الجسم. مرسومة هي. مرة في الافقي. ومرة في الرأسي. ومرسومة هنا في الجانبي. تعالى الاسطوانة دي. مرسومة مرة في الافقي. ومر في الرأسي. ومر في الجانبي. الدايرة الصغيرة بتاعت التقب. مرة في الافقي. ومر في الرأسي. ومر في الجانبي. يبقى انا كده خلصت الرسمة ايه? الرسمة بتاعتي. كده اولاد يبقى انا بقسم الجسم بتاعي المجموعة من الاجزاء. هنتفق مع بعضه واكرر تاني. المجموعة الاجزاء دي اكبر ارتفاع في المسقط الافقي هو ده يتسمى رقم واحد. اللي ارتفاع اللي اقل منه يبقى رقم اتنين. اللي ارتفاع اللي اقل منه يبقى رقم تلاتة. ابدأ بمين? برقم واحد. وكأن اتنين وتلاتة مش موجودين في الرسمة. وكأن اتنين وتلاتة مش موجودين في الرسمة. انما لما اشتغل في رقم اتنين. تشتغل وكأن رقم واحد موجود. وتلاتة مش موجود. يعني انت واخدهم بالتدريج سلم كده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بفكرت للمرة المليون. تخلي بالك. انت بتجيب المسقط الجانبي. يبقى انت بتبص للمسقط الرأسي والمسقط الافقي من بعيد. اللي انت شايفه تعمله خطوط مستقيمة. اللي انت مش شايفه تعمله خطوط متقطعة. خطوط متقطعة دي عندنا في الرسم. يعني دي اجزاء مفرغة جوالجسم. يعني لو اعتبرنا ان دي مصورة مثلا او جسم مفرغ متقوب يعني. كلنا في الصناعة عارفين يعني ايه متقوب? متقوب يعني يبقى انا لو بصص لايدي حبقى شايف الجسم من برا. يبقى اللي برا يترسم خطوط مستقيمة. واللي جوه ده اللي انا وانا بصص من هنا مش شايفه يترسم خطوط ايه? متقطعة. تعالوا مع بعض ناخد كمان مسال. المسال اللي قدامي ده حضرتك على طول حتروح تنقل المسقطين دول بالابعاد اللي بتكتب لك على الرسم وبعد اما ترسمهم تنصف المسافة ما بين المسقطين وتروح جاية عامل للمحور الرأسي والمحور الافقي. لازم تخلي بالك ان انت المسافة اللي فوق دي تبقى قد اللي تحت. المسافة دي قد المسافة دي. ونفس المسافة دي هتاخدها لي هي هتترسم بعد كده لوحدة. نحط المسلس الخمسة واربعين درجة ونرسم زاوية خمسة واربعين درجة. تعال نقسم الجسم اللي موجود عندنا. اكبر ارتفاع في المسقط الافقي اللي هو ده. يبقى انا حاخد الجزء الكبير ده يبقى ده اسمه رقم واحد. وده مسقطه فين فوق? اطلع كده البداية مع البداية والنهاية مع النهاية. انا مش عادة اكتب لك ارقام علشان انت مش عايزك تكتب ارقام كتير. انا عايزك تتخيل الاجزاء انا بقول لكش بقى تخيل ده جسم. انا بقول لك ده اجزاء موجودة قدامك بتاعت جسم. يبقى انا عندي المستطيل الكبير ده مسقطه فوق ده. جميل. والمستطيل ده مسقطه فوق ده. وبعدين نقول الجزء المفرغ ده مسقطه فوق فين? خد كده البداية. اه حيطلع مع الخط المتقطع ده. والنهاية هتبقى منطبقة مع الخط ده. طيب والدايرة دي مسقطها فوق فين? خد كده البداية منطبقة مع الخط المتقطع. والنهاية منطبقة مع الخط المتقطع. يبقى رقم واحد الكبير ده ورقم اتنين. اللي هو الصغير ده اللي مسقطه هن. يلا بسرعة نجيب مسقطه. ناخد رقم واحد. ادي بدايته. ده رقم واحد. وده رقم اتنين. ادي البداية بتاعت رقم واحد وادي النهاية بتاعته. نيجي بعد كده. رقم واحد تحت. ادي بدايته. وقادي نهايته. يلا نطلع بهم لفوق. طلعنا بهم لفوق. يبقى انا خدت البداية وخدت النهاية. خدت البداية وخدت الايه? واخدت النهاية. ومن هنا خدت البداية واخدت النهاية. يبقى المستطيل اللي في النص ده هو المسقط الجانيبي بتاع الجزء رقم واحد. طب استنى. انا قلت لك لما ترسم واحد يبقى اتنين وتلاتة واي اجزاء تانية مش باقي مش موجود. طب الجزء اللي هو اللي عامل زي نص الدائرة ده. الجزء ده دلوقتي. وانتباصس في الاتجاه ده. شايف الجزء ده ولا مش شايفه? اه مش شايفه. مش الجزء ده اللي هو عبارة عن الخطين دول. وانتباصس من هنا. اكيد برضو مش شايفه. طب تعال ناخد. ادي بداية الجزء المقوس. وقادي نهايته. الجزء المقوس ده. بص كده امتداده تحت الخط ده. وامتداده تحت الخط ده. ناخد البداية اللي امتداده ونهايته. ونطلع بيهم فوق. بص كده ادي واحد. ادي اتنين. ادي واحد. ادي اتنين. يبقى انا عايز المستطيل ده. قلنا وانا باصس من هنا. ما نشايف القوس ده. وانا باصس من هنا. مش شايف مسقطه برضو تحت الول مستطيل. يبقى ده لازم يترسم ايه? خطوط متقطعة. طبعا انت لو رسمت خطوط متقطعة على المستطيل كله. اكيد هتختفي وهي بتترسم على خط زهر. ويبقى ده الشكل بتاعي. تعال نجيب الجزء التاني اللي موجود قدام ده. الجزء ده اللي هو رقم اتنين اللي هو الجزء الكبير ده. ناخد بدايته ونياخد نهايته. خدت خطة هو افقي. من بدايته وخدت خطة افقي من نهايته. تعال هنا برضو. ناخد بدايته وناخد نهايته. ونطلع بيهم فوق. ادي اتنين ادي واحد. ادي اتنين. وكده واحد اتنين. اتفقنا عن نسميها طريقة اتنين في اتنين. ادي واحد اتنين. وادي واحد اتنين. يبقى انا عايز المستطيل ده. وانت باصس في الاتجاه ده. الجانيبي بيجي من الرأسي لما بص من هنا. او الجانيبي بيجي من الافقي لما بص من هنا. وانت باصس من هنا. شايف ده ولا مش شايفه. شايفه. احنا اتفقنا لو شايفه مرة واحدة. يبقى ما تفكرش. يبقى اكيد حرسم هنا. مستطيل ايه. ظاهر. خط ايه. خط مستقيم. نيجي بعد كده. نقول تعال نجيب الجزء اللي جوه ده. الجزء اللي جوه ده حدوده فين? ادي بدايته و ادي نهايته. طب وفوق اطلع كده اطلع بقلمك ومستارتك حتلاقي بدايته هنا مع الخط المتقطع فوق هنا ونهايته هنا. فاخد لي خط من البداية وخط من الايه? من النهاية. خط خط وفقه من هنا وخط وفقه من هنا. تعال ناخد من هنا كمان. ادي بداية و ادي نهاية. نطلع بهم لفوق. يبقى ادي واحد ادي اتنين. ادي واحد. قدي اتنين. يبقى انا عايز المستطيل اللي موجود هنا في النص. وانت باصس من هنا. شفت البداية دي ولا ما شفتاش? اه النقطة دي موجودة على الخط. يبقى شفتها. طب وانت باصس من هنا. شايف الفراغ ده ولا مش شايفه? اه وانا باصس من هنا. شايف بدايته وشايف نهايته. يبقى لازم يترسم هنا ايه? برافو عليكم. يبقى حيترسم هنا مستطيل ظاهر. خط مستقيم. طيب وفضل حاجة. انا في عندي الجنب ده مستر محمد والجنب ده. ممكن تاخد النقطة دي تجيبها مرة يمين ومرة شمال. او ممكن تقول الجنب ده دي بدايته ودي نهايته. تعال ناخد اللي اتنين دول واحد اتنين واحد اتنين. يبقى انت عايز ترسم هنا مستطيل. واحد من هنا برضو الجنب التاني لان دي متكررها مرة فوق ومرة تحت. واحد اتنين واحد اتنين. يبقى انت عايز ترسم هنا مستطيل وترسم هنا مستطيل. اه ما انت هترسمه على اجزاء موجودة اساسا. فكل اللي هستفيد منه الخط ده. يبقى انا كده رسمت دلوقتي الجزء الكبير ده رقم واحد مسقطينه. والجزء ده اللي سمكه هنا قليل بمسقطينه والفراغ اللي فيه فاضل الدايرة. بداية الدايرة وانهاية الدايرة. ومن تحت هنا في الافقي. بداية الدايرة وانهاية الدايرة. يلا خبطوا في الزوى الخمسة واربعين. نطلع بيهم على فوق. خلي بالك هنا انطبقوا كمان على الخطين. مش مشكلة عندي. بس هو الدايرة دي وانتباصس في الاتجاه ده عشان تجيب الجانبي. انت شايفها? لا مش شايفها. طب تعالى يمكن نشوفها فوق. المستطيل المتقطع ده. وانتباصس من هنا. شايفه? لا مش شايفه. يبقى لازم تترسم هنا خطوط ايه? متقطعة. طبعا هترسم خط متقطع. هنا هيظهر وحيختفي داخل الخطوط في المنطقة دي. طيب تعالوا كده اولاد ناخد كمان مثال. بس قبل ما ناخد المثال ده عايز اقول لك حاجة مهمة. الحاجة المهمة دي ان انت كل اللي احنا كنا بنشتغل عليه في الامثلة اللي فاتت هم كانوا حاجتين اتنين بس. ان انت يبقى عندك متوازي اضلاع فانت عارف مستطيل ومستطيل ومستطيل. متوازي اضلاع. متوازي اضلاع زي بالزبط قطعة الورق ده. بس لو سمكها كبير شوي. يبقى انت لو باصس من فوق حتشوف المستطيل ده. لو باصس من الجنب ده حتشوف المستطيل ده. لو باصس من الجنب ده حتشوف المستطيل ده. بقوا تلات مستطيلات. وبعدين اتكلمنا كمان عن ايه المنشور الرباعي زي التلاجة. مستطيل ومستطيل وقعدة تقريبا مربعة واتكلمنا عن الأنبوبة اللي هي عبارة عن مصورة المصورة حتبص لها قلنا حتلاقي مصقة دايرة والمصقة التاني مستطيل والمصقة التالت مستطيل اللي هو مثلا لو ألم حتى موجود في إيدك وانت باصس في الاتجاه ده حيبان مستطيل وانت باصس في الاتجاه ده حيكون مستطيل وانت باصس من فوق حيكون دايرة ولو دي ستوانة كاملة مش مقطوع فيها حاجة تحفظ الكلمتين دول دايرة ومستطيل ونفس المستطيل الأجزاء المختفية بتتعمل بخطوط متقطعة طبعا أنت عايز تزود إيه مستر محمد؟ عايز أزود حاجة اسمها الأعصاب العصب ده لما يكون عندي استوانة مرتكزة على قاعدة فأنا بحتاج العصب ده يعمل عملية سند فالعصب ده ممكن يبقى على شكل متوازي مستطيلات ممكن يكون على شكل منشور سلاسي لازم تخلي بالك وانت بترسم للمرة المليون أنت عندك أكبر ارتفاع في الأفق ورقم واحد الارتفاع اللي أقل منه رقم اتنين الارتفاع اللي أقل منه رقم تلاتة ترسم واحد اتنين وتلاتة مش موجودين ترسم اتنين يبقى واحد موجود كأنك موجود يعني إيه موجود؟ موجود يعني أنا بقصد واحد واثنين وتلاتة يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا برسم حاجة فيها تلات أجزاء فأنا بقول وأنا برسم رقم واحد كأني مش شايف خالص ولا كأنهم موجودين في الرسم الجزء رقم 2 والجزء رقم 3 لما كون برسم الجزء رقم 2 بكون رسمت واحد كأنك بالضبط ما انتشايف الجزء رقم 3 بس الجزء رقم 1 موجود أنا بقول كده ليه؟ لأن أنا ممكن أرسم جزء على جزء مرسوم فالجزء اللي مرسوم ده يتحول لخطوط مختفية أو يتمسح لما كون رسم الجزء رقم 1 بالتلات ما سقط بتاعته وأجي أرسم الجزء رقم 2 فلاقيه جيه على خطوط مرسومة أعمل إيه؟ أمسحها الأول واتأكد إذا كانت موجودة في الرسمة ولا لا عشان أرسمها أو أحولها لخطوط متقطعة عشان كده بقولك إيه؟ بقولك لما تيجي ترسم ترسم أكبر ارتفاع في الأفقي وبعدين اللي أقل منه وبعدين اللي أقل منه يبقى 1 2 3 لما تيجي ترسم كأنك رقم 1 بترسمه كأن رقم 2 ورقم 3 مش موجودين في الرسمة كأنك مسحتهم من الرسمة عشان لما تقول بباصص من هنا يبقى المسقط الجانيبي على اللي موجود إنما 2 و3 مش موجودين ممكن حاجة فيهم تخفي حاجة مهم ممكن يبقى جسم كبير وجسم صغير ولما تيجي تبص من هنا لو أنا رسمتهم على الرسمة بتاعنا هتيجي تقول ده قدام ده يبقى وانا باصص من هنا هتقول ما انت شايف إيدك لا إزاي؟ هو أنا في الحقيقة كده مش حبقى باصص من هنا شايف إيدي وجوها الألم آه عشان كده قلت لك إيه؟ أكبر ارتفاع اللي أقل منه اللي أقل منه وانت بترسم رقم 1 يبقى ده اللي موجود و2 و3 مش موجودين طب وانت بترسم رقم 2 يبقى 1 موجود و3 مش موجود طب لو رقم 1 اترسم على حاجة مرسومة على خطوط رقم 2 آسف اترسم على حاجة مرسومة في رقم 1 أعمل ايه؟ أمسحها أو أحولها شرط على حسب إذا كانت موجودة أو مش موجودة تعال ناخد مثال كمان نطبق على الطريقة دي بصوا كده معايا أنا عندي هنا مسقطين همت المسقطين دول موجودين عندي وتعالى نقسم الأجزاء اللي موجودة فيهم أنا هاخد أكبر ارتفاع ده هسميه رقم 1 انت هتنقل المسقطين على طول فيه ناس بتحب تعمل تقسيم لللوحة وفيه ناس بتعمل المحور الرأسي والمحور الأفقي وبتسيب سنتي من كل اتجاه معايا بعد ما تعمل المحاور بطريقتنا بتاعت 2 في 2 دي تعمل لي زاوية 45 درج وتعالى نقسم أكبر ارتفاع في الأفقي اللي هو احنا بنسميه البلان أكبر ارتفاع يبقى ده رقم 1 أكبر ارتفاع ده اللي هو المستطيل الكبير ده مسقطه فين فوق يا مستر محمد خد كده البداية مع البداية والنهاية مع النهاية يبقى أنا عندي مسقطه الجزء ده الجزء اللي أنا ماشي عليه ده يبقى المستطيل الكبير ده مسقطه فوق الجزء ده يبقى ده كده حسميه واحد طب ورقم 2 اللي أقل منه اللي أقل منه اللي هو مين اللي هو الستوانة دي الدايرة دي دي أقل في الارتفاع منه هتقول لها مستر محمد وانت ليه ما حددتش الجزء ده وقلت عليه رقم 2 معايا أنه أكبر من الدايرة هقولك إن الجزء ده لما جيت أقف عنده لقيت بدايته الخط المتقطع ده وده يعني ده جزء مفرغ في الجسم رقم واحد فعتبرتهم كلهم جزء واحد رقم 2 الدايرة دي الدايرة دي دلوقتي مسقطها فوق المستطيل الكبير ده جميل طب والدايرة الصغيرة الدايرة الصغيرة امتدادها فوق كده وانت حطت المستطيل على بدايتها وعلى نهايتها المستطيل المتقطع ده جميل يبقى ده رقم 2 طب ورقم 3 حنقول المستطيل ده اللي هو أقل منهم ومسقطه فوق فين خد كده البداية دي هتطلع هنا والنهاية دي هتطلع هنا يبقى رقم 3 ده هو الجزء ده هو الجزء ده تمام؟ يبقى رقم 1 أكبر ارتفاع في الأفقي رقم 2 اللي ارتفاع اللي أقل منه رقم 3 اللي ارتفاع اللي أقل منه يلا بينا 2 في 2 ناخد كده رقم 1 ورقم 1 ناخد من بداية رقم 1 خد وطبعا انت الجانبي يعني انت باصس من هنا من بعيد أو باصس من هنا من بعيد اللي اتنين واحد طالما بتجيب دي المسقط اللي هنا تبص الدم من عكس اتجاهه بتبص ده من عكس اتجاهه يعني من الجهة المخالفة للمسقط اللي انت بتجيبه ناخد كده بداية المسقط الرأسي للجزء رقم 1 قادي بدايته وقادي نهايته طب وطعالة تحت كمان قادي البداية وقادي طلعت بها الفوق وقادي النهاية خبطت في الزوى الخمسة واربعين وطلعت بها الفوق يبقى المسقط ده دلوقتي في حدود المستطيل أو المربع اللي موجود عندك ده نروح رسمين عليه خط ظاهر طب واحنا مش قلنا رقم 1 مقطوع فيها الجزء ده اللي هو الخط المتقطع ده يلا ناخد بدايته ونهايته لو خدنا بدايته انا خدت هنا النقطة دي اللي قلت وانا بصص من هنا شايفها فرسمتها خط ناخد الجزء المختفي ده ناخد بدايته وناخد نهايته مش الجزء المختفي ده اللي هو تحت دي بدايته تمام ونطلع به ودي نهايته ونطلع به شايف انت بقى المستطيل ده اهو حضرتك دلوقتي حترسم مستطيل على خط مرسوم الخط ده كان بتاع دي موجود ورا هنا لا مش موجود يبقى حضرتك ترسم للمستطيل ده بقى انا قلتلك ايه ارسم رقم واحد وكأن اتنين مش موجود انت دلوقتي بترسم جزء على جزء مرسوم يبقى تخفيه عشان كده قلتلك قسمهم لاجزاء واحد واثنين وثلاثة خلاص يبقى انا كده رسمت الجزء رقم واحد كله ورسمت الجزء اللي مختفي فيه اللي مرسوم هنا داش طب انت رسمته ليه مستر محمد دينا خطوط مستقيمة هقول لك وانت باصس في الاتجاه ده شايف بدايته النقطة دي ولا لا شايفها طب تعالوا هنا وانت باصس من هنا شايفها ولا لا هنا شايفها وهنا كمان شايفها هو انا اصلا لو شفتها في مسقط واحد هتسمها مستقيم هنا بينا في المسقطين تعالى نجيب بعد كده ايه نجيب الجزء رقم اتنين الجزء رقم اتنين اللي هو المستطيل ده اللي هو تحت عبارة عن اللستوانة دي ناخد بدايتها وناخد نهايتها الاستوانة دي اللي هي الدايرة دي ناخد من هنا بدايتها وانهايتها ونخبط في الزاوية الـ 45 ونطلع لفوق يبقى ادي واحد ادي اتنين ودي واحد ادي اتنين يبقى المستطيل اللي في النص ده هو ده ما سقط الاستوانة استنى هو انا وانا باصص من هنا مستر محمد مش شايفها لا استنى انا قلتلك وانت بترسم رقم اتنين وانت بترسم الجزء رقم اتنين اعتبر ان رقم ثلاثة مش ايه مش موجود يعني انا لو شلت الجزء ده دلوقتي واعتبرته مش موجود وانا باصص من هنا حابقى شايف دي ولا لا اه حابقى شايفها قلتلك وانت بترسم رقم اتنين يبقى ثلاثة مش موجود وانت بترسم رقم واحد يبقى ثلاثة مش موجود يبقى ايزا دلوقتي وانا باصص من هنا انا لسه ما رسمتش ثلاثة انا ما جيتش جنب رقم ثلاثة في حاجة وانت باصص من هنا رقم ثلاثة دي مش موجودة يبقى المستطيل ده أنا شايفه إنما تحت هنا أنا مش شايفه يبقى هنا شايفه مرة واحدة يبقى روح هنا أرسم إيه أرسم مستطيل بخطوط ظهرة طيب تعالى في الدائرة الصغيرة اللي موجودة عندي هنا الدائرة الصغيرة اللي موجودة عندي هنا امتدادها فوق المستطيل المتقطع ده فناخد بقى بعد كده بداية المستطيل المتقطع ونهاية المستطيل المتقطع وناخد من هنا بداية الاستوانة ونهاية الاستوانة ونطلع بهم لفوق خلي بالك المستطيل المتقطع كان دي بدايته ودي نهايته واحد ممكن بعد كده يقول لي ايه منا ممكن محتاجش للخطين دول يا مستر محمد ليه يقول لي منا ممكن اخد بداية الدائرة واطلع بيها واقول ان المستطيل المتقطع ده جاي من الاول للاخر اطلع بيه من الاول للاخر برافو يا أولاد أكيد الدائرة دي وأنا باصص في اتجاه السهم ده مش شايفها وبرضو وأنا باصص في اتجاه السهم ده مش شايفها يبقى ما شفتهاش في المرتين يبقى حتترسم هنا خطوط متقطعة من بداية الجسم الآخر يبقى ده الشكل عندي فاضل مين فاضل العصب اللي موجود عندي ده العصب اللي موجود عندي ده أولاد وأنا باصص من هنا شايفه وأنا باصص من هنا مش شايفه طالما شفته مرة واحدة يبقى حيترسم هنا استريه. يلا ناخد بدايته وناخد نهايته. ادي بداية العصب و ادي نهاية العصب من هنا. خدت البداية و النهاية هاخد من هنا بداية العصب و هاخد من هنا نهاية العصب. واطلع بالخطين ادي خط اولاني واحد ادي اتنين. كده واحد. كده اتنين. يبقى المستطيل اللي في النص ده هو ده اللي انا عاوزه المستطيل ده هو ده اللي انا ايه عاوزه. وانا بصص من هنا شايف العصب ولا مش شايفه شايف العصب يبقى اكيد حرسم هنا خط ايه خط ظاهر مستطيل ظاهر بس استنى انا لما رسمت دلوقتي خفيت خط كان موجود هنا في النص طب استنى الخط ده كان بتاع النقطة دي طب والنقطة دي مش دي لسه موجودة في الجسم اه موجودة يبقى تاخد النقطة دي وتروح تعمل لها اظهار هنا بس وانتباصس من هنا اكيد النقطة دي ما انتش شايفها اكيد النقطة دي مش ايه مش شايفة يبقى عندي كده خط متقطع يبقى اولاد تاني نراجع مع بعض انا دلوقتي عندي لازم اقسم الجسم المجموعة من الاجزاء يبقى ده جزء رقم واحد ليه اخترته واحد لان ده اكبر ارتفاع وده الامتداد بتاعه البداية مع البداية والنهاية مع النهاية يبقى رقم واحد هنا ده مسقطه هنا كده في المسقط الرأسي يبقى حاخده من كده واحد بداية ونهاية واجي من هنا واحد واخبط في الخمسة واربعين واطلع والنهاية تخبط في خمسة واربعين وتطلع لما تاخد خطين رأسيين وخطين افقيين يبقى الحدود بتاعت دي هي دي الحدود بتاعت ايه هي دي الحدود بتاعت المسقط طبعا عندي بعد كده زي الرسم اللي موجود قدامك وكده نبص عليه هنا الرسمة المعطاة هي عبارة عن مسقط رأسي ومسقط جانبي دول كده مسقط رأسي ومسقط ايه جانبي طب انا دلوقت يا مستر محمد لو جالي مسقط رأسي ومسقط جانبي اه انا ما اتمرنتش على كده لا ده انا بقيت عارف ان عرض الافقي هو عرض الرأسي وعرض الجانبي هو ارتفاع الافقي طب يا مستر محمد لو قال لي اعمل قطاع علشان ابين الاجزاء المختفية عايزين تعرفوا تستنتجوا المسقط الافقي من الرأسي والجانبي عايزين تعرفوا يعني ايه قطاعات وايه انواحها وازاي حنعمل القطاع يبقى لازم تنتظروني في الحلقة القادمة باذن الله هجيب لكم حاجات مهمة جدا في الرسم في استنتاج التالت والقطاعات الى ان اراكم على خير اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته